موسيقى فلسطين هلعن اسرائيلي بعد قصف تل ابيب والقدس وحشام قنديل في القطاع موسيقى وفي الاردن مظاهرات واحتجاجات واسعة ضد الغلاء ورفع الاسعار موسيقى اهلا بكم مشاهدي الكرام سقط صاروخان اطلق من قطاع غزة على احدى ضواحي تل ابيب في حين اعلنت كتائب عزدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الاسلامية حماس انها تمكنت من اسقاط طائرتين حربيتين اسرائيليتين كما انطلقت صافرات الانذار في القدس بعد سقوط صواريخ على القدس المحتلة وصدقت اسرائيل على توسيع العملية العسكرية في القطاع من جهتها اعلنت كتائب القسام انها اصابت بصاروخ ارض جو طائرة استطلاع اسرائيلية كانت تحلق في سماء القطاع واسخطتها فيما نفت اسرائيل ذلك يأتي هذا في اطار عملية حجارة من سجيل التي اطلقتها ردا على العدوان الذي شنه الاحتلال امس على قطاع غزة واستشهد فيه حتى الان 24 فلسطينيا أرحب بالأستاذ عبدالباري عطوان رئيس تحرير جرية القدس العربي مرحبا بك أستاذ عبدالباري هذه المرة يمكن الثانية تتعرض فيها تل أبيب للقصف منذ صواريخ الحسين أيام صدام حسين ماذا يعني هذا في معادلة الردع هذا يعني بأن المدن والمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة كل فلسطين المحتلة باتت تحت رحمة صواريخ المقاومة هذا الزمن الذي كانت إسرائيل تقتل وتغير وتقصف وتعود دون أي ألم هذا الزمن انتهى هذه إرادة الإيمان هذه إرادة المقاومة المؤمنة هذه المقاومة استطاعت أن تغير المعادلات هذه المقاومة استطاعت أن تصنع تاريخا هذه المقاومة أذلت بن يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو في حالة ذل في الوقت الحالي لا يستطيع أن يرفع رأسه الذي كان يتطاول حتى على الرئيس الأمريكي باراك أوباما الآن لا يستطيع أن ينظر في عيون المقاومين والشهداء اللي سقطوا يعني أول مرة تطلق صواريخ كانوا يقولون هذه صواريخ تنك صواريخ تنك هذه وصلت إلى تل أبيب وفتشات ووصلت إلى القدس قبل أن آتي إلى هنا قالت وكالات الأنباء بأن أحد الصواريخ خبط في مستوطنة بالقرب من القدس أو في داخل غلاف القدس هذا يعني بأن المقاومة أولا حطمت حاجز الخوف وثقافة الخوف ثانيا لم تتردد في إطلاق الصواريخ حتى تصل إلى العاصمة الأبيب وهي خطوة لم يقدم عليها إلا الراحل الشهيد صدام حسين هذه هي الحقيقة يعني الآن معادلات كثيرة تحطمت الآن يعني طبعا تقول أنه سقط شهداء الشعب الفلسطيني هذا قدره هذا قدر الشعب الفلسطيني قدر الشعب الفلسطيني أن يدافع عن هذه الأمة قدر الشعب الفلسطيني أن يتصدى للمشروع الإسرائيلي المشروع الصهيوني قدر الشعب الفلسطيني أن يرابط دفاعا عن المقدسة بعض سرعة باري اليوم مع تعاطفوا تفاؤلوا ودعموا للمقاومة في فلسطين لكن في مخاوف على أن تقدم إسرائيل على خطوة بحرق القطاع بالكامل يعني يقولون مهلا وإلا إسرائيل سيكون لديها رد غير مسبوك لأن المقاومة اليوم تجاوزت الخطوط الحمراء وهذا ما لم يفعله حتى حزب الله في 2006 يعني لم تقصى في صلقة الأبيب يا سيدي العرب تغيروا المنطقة تغيرت مصر تغيرت أهم شيء مصر تغيرت عندما تتغير مصر تتغير المنطقة بأسرها اليوم أنا استمعت إلى الدكتور محمد مرسي رئيس مصر يقول أنه لن نسمح ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان على قطاع غزة سمعنا الرئيس مرسي يقول أيضا بأن المصر ستدافع عن الشعب الفلسطيني هذا شيء لم يكن مسبوقا على الإطلاق ما سمعنا رئيس مصر يقول لن نقف مكتوفي الأيدي وأنه هذا عدوان إسرائيلي سافر يعني هذا الحرب على شقائنا في قطاع غزة هذه هي الضمانة هل تريد إسرائيل أن تفجر حربا إقليمية؟ أهلا وسهلا يعني مصر سحبت السفير وطردت السفير الإسرائيلي هذه خطوة أولى وهذا إنذار للإسرائيليين أنه نحن مع هذا الشعب وفي خندق وعندما يرسل الرئيس المصري رئيس مصر رئيس مصر المنتخب رئيس مصر الأبية الشريفة الوطنية عندما يرسل رئيس وزرائه إلى قطاع غزة ويجتمع مع قادة المقاومة مع قادة الشعب الفلسطيني هناك في قطاع غزة هذا يعني بأن مصر أصبحت في خندق المقاومة وإذا نتنياهو سيرتكب خطيئة العمر إذا ما أرسل قواته البرية إلى قطاع غزة في الإطار على الموقف المصري اليوم قال رئيس المصري محمد مرسي أن مصر لن تترك قطاع غزة وحده في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي تتعرض له على اليوم الثالث على التوالي في حين أعلنت أيضا تونس الناس ترسل غدا وفد إلى القطاع يقود وزير الخارجية رفيق عبد السلام للتضامن مع الشعب الفلسطيني الرئيس المصري في كلمة قصيرة له عقب صلاة الجمعة اليوم في القاهرة قال أن ما التعرض له غزة عدوان سافر على الإنسانية مشيرا لأن مصر اليوم مختلفة عن مصر الأمس وعرب اليوم مختلفون عن عرب الأمس ونقلت وكالة نباء الشرق الأوسط عن مرسي قوله احذروا وأكرر تحذيري للمعتدين بأنه لن يكون لهم أبدا سلطان على أهل غزة بعد اليوم إضافية على الموقف المصر إلى أي مدى يمكن أن تذهب القاهرة موقف مشرف هذا هو معهدنا في القاهرة يعني أكثر من أربعين عاما ونحن ننتظر هذا الموقف المصري الشريف الدكتور محمد مرسي يعلم جيدا بأنه يستند على تسعين مليون مصري شريف هؤلاء كانت دائما فلسطين في قلوبهم كانت الأقصى دائما في قلوبهم فلما بيأخذ هذه المواقف الشجاعة يريد أن يقول للإسرائيليين مصر التي تعرفونها انتهت اليوم نحن أمام مصر الثورة مصر جديدة مصر لن تسكت على الظلم لن تسكت على العدوان هذا أكبر مؤشر الآن في الوقت الحالي بالإضافة للثاني إسرائيل من المفارقة أن وزير الدفاع أو وزير الحرب الإسرائيلي الذي غزى قطاع غزة وقصفها لمدة ثلاث أسابيع في ديسمبر 2008 هو نفسه إيهود باراك ماذا قال إيهود باراك؟ قال أننا سنقضي على الصواريخ إلى الأبد سنحل هذه المشكلة إلى الأبد ها هي الصواريخ تعود وأكثر شراستا في الماضي كانت صواريخ القصة مصنعة محليا يعني كثر خيرهم الشباب قدروا أنهم يصلوا على الصواريخ الآن لا الآن في صواريخ فجر خمسة الآن في صواريخ جراد الآن في صواريخ الكورنت اللي تضرب الدبابات الآن في مقاومة مدربة الآن في السودان هذا السودان العظيم اللي تعرض لغارة إسرائيلية هذا السودان في اليارموك هذا السودان العظيم كان هو الواسطة لإيصال هذه الأسلحة وإيصال هذه الصواريخ إلى أبناء قطاع غزة يجب أن نذكر هذا الفضل للسودان هذا السودان الذي قصف أكثر من مرة قصف في ميناء بورسودان قصف أيضا في القافلة التي كانت في الصحراء من بورسودان إلى سيناء وإلى قطاع غزة الأمة بتتغير هذه الأمة تتغير واليوم السيد خالد مشعل قال سننتقم سنثأر للسودان من هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدافتها حتى ندخل الإطار سيد عبد البارد تحليل السياسي اليوم إذا تحدثنا عن هذا الأمر وبدايته من الذي تورط باعتقادك هل المقاومة بتجاوز الخطوط الحمر باستهداف تل أبيب والقدس أم إسرائيل بإقدامها على اغتيال أهم رجل عسكري في الحركة إسرائيل طبعا يعني عندما لم أرى في حياتي أغبة من هذا النتنياهو أول نتنياهو جعجاع لم يأخذ حربا على الإطلاق يعني كل فترتين رئاسية في وزارة لم يأخذ حربا على الإطلاق يعني عمليا فهو رجل فاشل سياسيا وفاشل عسكريا أمرك شفت حد بروح براهن على منافس الرئيس الأمريكي في الانتخابات الأمريكية يعني شف الغرور والغطرسة طيب الآن اغتال الشهيد أحمد الجعبري طيب ماذا؟ أهين في كرامته أهين في سياسته أهين في رئاسته يعني عمليا أنك أنت لما يصل أنت بتعرف إيش معنى أنه يسقط صاروخ في تل أبيب مليون إسرائيلي ذهبوا إلى الملاجئ مليون إسرائيلي هربوا مثل الفئران إلى الملاجئ للنجاة بحاتهم عندما انطلقت صفارات الأنظار من النوع الأحمر يعني بمعنى قمة الخطر طيب لما تشوف مليون إسرائيلي يهربوا إلى الملاجئ متى كانت في تاريخ إسرائيلي مليون يهربوا إلى الملاجئ طيب هذي كمان أين انتصاروا في هذه الحالة يعني هو يدفع ثمنا وبعدين كمان ثلاث أو أربع إسرائيليين قتلوا في مستوطنة عندما سقط عليها الصاروخ أيضا الآن وصلت إلى إلى ضواحي القدس الصواريخ يعني أي إيش حقق؟ يعني عملين طيب اغتيال الجعبري طيب يسي دماغ حاول اغتيال محمد ضيف قبل الجعفري هل يعني توقفت صواريخ القسام؟ هل توقفت كتائب القسام؟ هل انتهت المقومة؟ يسي دي فيه الشهيد يحي عياش ونجحت إسرائيل في اغتياله هذا الشهيد البطل ماذا حصل؟ تعهدت حركة حماس بأن تنفذ أربع عمليات انتقاما له والله أذكر وأنا أقولها لأول مرة أنا قابلت أياما كنت في الأردن في عمان وجاء لمقابلتي الأستاذ محمد نزال وكنت يعني جاء حقيقة جاء بسيارة متواضعة جدا وبسيطة جدا ولونة أحمر يعني وكان خجولا يعني قال انه أحب يشوفني وكان وقتي مزنوح فبقول له بقول له يا أستاذ محمد يعني أنتو تعاهدتوا بأربع عمليات ليش؟ ما تتعاهدوش اعملوا قد ما تقدروا قال لا قال هذه كتائب القسام إذا قالت فعلت قل قالت أربع عمليات ستنفذ أربع عمليات وفعلا نفذت أربع عمليات في القدس وفي الإخضيرة وفي تل أبي في شارع ديزنغوف وغيرها يعني عمليا يعني قصدق ما أردت أن أقوله أنه بيقتلوا قائد في المقاومة يأتي من هو أكثر منه براعة وأكثر منه أيضا تشددا يعني عمليا فعمليا نجحوا في اغتيال الشهيد أحمد الجعبري سيأتي من يأخذ مكانه ويعني هذه حركة تولد دائما القيادات وتولد دائما الشهداء سأعود سلعب باري إلى هذا الملف خاصة إضاءات أنه ما القادم ما الذي يمكن أن يحدث كيف سيكون هذا الفعل لسرائيلي بس نضمعنا دكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني السابق في غزة دكتور نعيم الموقف السياسي الموقف الميداني الأوضاع الآن في القطاع إلى أين تتجل أو سبحت بسم الله الرحمن الرحيم بداية انتحية لك ولضيفة الكريم أخونا الحبيب السيد عبد الباري أعطوان ولكل المشاهدين الحقيقة منذ ساعات الظهر والأوضاع تتدحرج بشكل خضير جدا فمدينة غزة بشكل خاص وقطاع غزة بشكل عام يشهد تصييد واضح من قبل قوات الاحتلال هناك قصف مستمر لكل الأحياء السكنية يمكن نحن في المنطقة اللي نحن نجد فيها كل يعني عشر دقائق هناك صاروخ F-16 بينزل بيضرب في الأحياء للأسف الشديد هؤلاء المجرمون يستهدفون الأحياء السكنية دون مراعاة لأي ضوابط أو أخلاق فكل المصابين حتى هذه اللحظة وهم الآن صاروا بالمئات إضافة لشهداء هم من الأطفال والشيوخ والنساء ويمكن قدرا يعني أمام وزير رئيس الوزراء المصري توفي الطفلة عمرها سنة وأيضا أمام رئيس وفد نقابة سادة مصر توفي الطفلة عمرها ثلاث سنوات الوضع خطير هناك إنجازات كبيرة جدا وغير مسبوقة وغيرت من المعادلة المجدية لصالح المقاومة ضرب في القدس ضرب في تل أبيب ضرب إسقاط طائرة حربية وفخذات الاتصال مع الطيار هناك إصابات مباشرة في العدو في محيط وغلاف غزة هل دكتور باسم يعني إذا كل هذا التصعيد أنتم في الحكومة الفلسطينية وأيضا سواء سياسيا أو حتى استعدادات الحكومة شكل كامل هل تتوقعون تصعيد إسرائيلي توغل هل المؤشرات في الميدان تؤشر على خطوة من هذا القبيل يعني هو إحنا حتى يعني حتى لم نكن نتوقع أي اجتياح بري لأنه الحسبة ليست في الاجتياح البري لصالح العدو أولا هو جرب هذه المغامرة قبل أربع سنوات في ظل كانت المعادلة لا تمتلك ما تمتلك اليوم من إمكانيات ومن عزيمة ومن تنظيم ومن تدريب وأيضا لم تكن تمتلك الربيع العربي اليوم احنا زارنا رئيس الوزراع المصري أثناء التصعيد في رسالة سياسية واضحة للعدو الصهيوني قبل أن تكون للشعب الفلسطيني قبل أربع سنوات أعلن الحرب على غزة من القاهرة لذلك يعني لم نكن نتوقع لكن التصعيد اليوم اللي بنشهده ويبدو يعني وجوده في حالة ضغط مستمر من قبل المقاومة قد يحرجهم ويدفعهم في اتجاه اتخاذ مثل هذا وهم خاصة أنهم طلبوا استدعاء القوات للإحتياط رغم أن الأخبار هنا في وسائل العمى العبرية تتحدث عن خلاف داخل المواسسة الجيش مع المستوى السياسي في استدعاء للإحتياط وضرورة الدخول في هذه المغامرة الخطيرة ولسيما أن الحسب جزء منها يعني لعبة انتخابية هو كان نيتنياهو ويبرمان يرحب فيها يأخذ يبقى دكتور دكتور باسا يبقى بعض إذا سبحتها سأعود لك بس أستاذ عبد البار يبدو يريد أن يرد التحية أو يعلق على ما يجري في القطاع لا أولا أريد أن أرد التحية للصديق العزيز الدكتور باسم عيم يعني حقيقة وأريد أن يعني أحيي كل أبناء القطاع وكل رجال المقاومة اللي صامدين في تحت هذا القصف الشرس وأنا يعني أقول بأن هؤلاء الرجال 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 يعني مثلما هزموا أولمرت وهزموا باراك أوباما يهود باراك في عام قبل أربع سنوات في ديسمبر 2008 أنا متأكد أنهم سيحطموا مستقبل بنيمين نتائل نياهو وسيغيروا كل المعادلات في المنطقة بس أتمنى عليهم يعني أتمنى على هؤلاء الشباب الصامدين وأيضا القيادات في قطاع غزة أن يطالبوا العرب أن يأتوهم ليس فقط لتضامن أن يأتوا ومعهم السلاح أن يأتوا ومعهم الأدوية أن يأتوا ومعهم التموين لقطاع غزة يعني لا يكفي أن يأتوا ويقولوا جئنا للقطاع لذا تضامن معه يجب أن يأتوا بقوافل قوافل الدعم الدعم الطبي والدعم التمويني لا يكفي ذلك يعني هم يأتوا إلى قطاع غزة لكي يتطهروا لكي يقولوا نحن جئنا إلى المقاومة فيجب أن لا يأتوا فارغي الأيدي يجب أن يأتوا معهم إذا لم يستطيعوا حمل السلاح وهذا ما نتمنى أن يأتوا بالسلاح لماذا يتبرعوا بالسلاح لكل من هب ودب وعندما يأت الأمر إلى قطاع غزة عندما يأت الأمر إلى فلسطين عندما يأت الأمر إلى المقاومة لا يأتوا بشيء لا يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية يجب أن يكونوا على قدر المقاومة دعني إذا نأسل تفتحت النقطة صلى الله عليه قبل أن نودع الدكتور باسم دكتور حصارت زيارة دكتور قنديل صحيا اقتصاديا تموينيا وهل في وعود عربية أخرى يعني لكم بالدعم في القطاع يعني بس قبل أن تخل إلى هذه النقطة أنا يعني في النهاية هذا أملنا وطموحنا ما تفضل به الأستاذ عبد البحري بأن تتقف الأمة العربية والإسلامية موقفها المطلوب من دعم المقاومة في فلسطين بكل أشكال الدعم وفي مقدمة الدعم بالسلاح لكن نحن نعرف أن هذه معركة طويلة الأمد وتحتاج إلى صبر وحكمة وبالتقد أن ما حدث اليوم من إعادة التوازن في العلاقة من المنطقة العربية والقاصة المحيط بنا مع المقاومة هي خطوة مهمة وستراتيجية وكبيرة وقد يكون هذه من أهم الخطوات التي قد تلجم يعني الدول الصهيون عن خوض مغامرة الاجتياح البري اثنين بالتأكيد هذه الخطوة فتحت الباب لخطوات أخرى غدا إن شاء الله سيكون هناك وفد تونس رسيع المستوى بممثلة الرئاسة والحكومة وفيه وزير الخارجية ومدعم ديوان الرئاسة وبعض الوزراء والمعنيين هناك حديث عن وفد أيضا مغربي قد يصل إلى غزة في الأيام القادمة ولذلك نحن نعتقد أن هذه الوفود خطوة مهمة جدا على مستوى السياسي والديبلوماسي الشيء الثاني أيضا ممكن هناك حديث مباشر حول خطوات الدعم اللوجستي وخاصة في المجال الإنساني هناك قرار من الرئيس الجمهورية في نصر بفتح معظم رفع على مدار فش وفد من رمالله يا دكتور يعني قريب عليكم من السلطة الفلسطينية يصلكوا من رمالله بدل ما يجيكم المدد من الدول اللي بره يا سيدة احنا في الآخر يعني بناش نتوقف عند هذه المحطة اللي يسمى الخلافة رمالله لأنه تاريخ تجاوز كل هذه القصة وتجاوز القيادة في رمالله وهم إما بيلحقوا بركب المقاومة والتحرير أو سينساهم تاريخ كما نسيه كثير غيرهم اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الضفة الغربية خرجت في كل مدن الضفة الغربية من أجلهم ساندت هذه المقاومة في غزة يا دكتور باسم كمان جميل لو جاء وفد من رمالله ويعني انضم إلى سمود الشعب المسطيني هذا الوقت يأتي لزيارة قطاع غزة في إطار ونهذهب قبل أيام على بعض الفضائيات إذا كان أبو ماجن عنده الجرى أن يواجه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في خطوة الذهاب إلى نيويورك فلماذا لا يمتلك هذه الجرى ليواجه الفيتو الأمريكي والإسرائيل على المصارحة الفلسطينية وفلسطينية قبل أن يذهب إلى نيويورك ونذهب في أي خطوة سواء كانت مقاومة أو نيويورك أو غير موحدين بدل أن نذهب مقاسمين لكن قد يكون هذا الشرف يعني لم يكتب الله سبحانه وتعالى له أو لهم أن يملوه شرف المقاومة السابقة المخلصة شكرا لك دكتور أشكرك يا دكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني السابق على كل حال على هذه المداخلة وأتركك لأشغالك الباقية خاصة في ظل هذه الصعوبات بس يعني إحنا مش وقت الانقسام الفلسطيني بس أنا حبيت أسأله الناس جاي من كل العالم ليش ما يجوا من الجار من رام الله من السلطة الفلسطينية يعني هذا مش وقت تصفية حسابات يا سيدي يعني كنت أتمنى أنا شخصيا لو مثلا نزل مئة ألف إنسان في ميدان المنارة في رام الله ليظهروا التضامن مع المقاومين في قطاع غزة يعني كنت أتمنى يعني نحن شعب واحد نحن أمة واحدة نحن عقيدة واحدة يعني لماذا لا يخرج طب عندنا مظاهرات في لندن وعندنا مظاهرات في واشنطن وعندنا مظاهرات في القاهرة في ميدان التحرير طب لماذا لا تكون هناك مظاهرات تضامن مع يا سيدي مع أهلنا في قطاع غزة من قبل الأهل في الخليل وفي رام الله وفي طول كرم وفي نابلس يعني ماذا يمنع ذلك؟ كان في مظاهرات في قادة سياسية كانوا يشاركوا ميدانيين في الحركة الفتح حتى ما بدنا نعلينه بعلين خمسين واحد معظمهم أجانب لا بدنا الشعب الفلسطيني كله يخرج كل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في قطاع غزة في لبنان في سوريا في كل مكان في مصر يخرجوا حتى يشعر أبناء قطاع غزة وهم يتعرضون للصواريخ وللقصف أنهم ليسوا وحدهم يعني أنا أستغرب يعني الرئيس محمود عباس مشكورا قطع زيارته ورجع عرام الله لكن كنت أتمنى أن يكون على رأس مظاهرة على رأس مظاهرة التضامن مع الأهل في قطاع غزة بيسدي الدشر على غزة طيب بلاش؟ مظاهرة يا أخي يجب يعني هو لما بيأشروا أنه يطلع مظاهرة للتضامن معه وعندما ذهب إلى المتحدة في العام الماضي خرج أكثر من 10.000 و 15.020 ألف في رأم الله طيب يا أخي يأشروا يطلع عشرين حتى يشوف العالم ويشوف العرب ويشوف الإسرائيليين أيضا بأنه في تضامن مع أبناء قطاع غزة في من قبل أشقاءهم في رأم الله أعود إلى المشكلة؟ يعني هل تحتاج إلى صعوبات يعني؟ لا بتهش شيء يعني بس الناس والناس مشاعرهم شريفة ومشاعرهم متأججة وحقيقة يعني الآن إسرائيل مشغولة في القصف في التداول هذا الأمر مش فاضي يطعطي تصاريح البي آي بي للمسؤولين الفلسطينيين في رأم الله أنه إذا طلع من رأم الله بدي يتوجه بدي تصاريح من إسرائيل على كل حال في تعليق سلعة الباري يا أخي البي آي بي ظل فيه بي آي بي والله عيب والله عيب والله لازم يكونوا مع شعبهم والله لازم يكسروا ويمزقوا استصاريح البي آي بي ويقفوا مع شعبهم على الحواجز حتى يشوف الشعب أنهم ملتسقين في هذا الشعب يعني 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 ما بحرفش إيش إيش ما شعب بعدين كمان بسألة ميش يا أخي ميش محتاجة يا أخي هذه فرصة هذا الشعب شعب عزيز في الضفة الغربية شعب بطء قمعوه بما فيه الكفاية يعني قمع من إسرائيل وقمع من الأمن الفلسطيني لازم هذا الشعب أن يكون إلى جانب أشقاءه في قطاع غزة فس هو بس من باب العتب الحديث عن هذا الموضوع خاصة أنه يأتي في ظل الصواريخ تسخط على القطاع لأنه الآن مش مدار الحديث تتكلم عن القسام وغيره أريد أن أعود وعكس العبار إلى الملف الأساسي يمكن طرحه دكتور باسم نعيم فيه 30 ألف جندي إسرائيلي احتياط يعني يحشدوا وسنفار هل تعتقد الآن أنه فيه توجه نحو توغل بري للقطاع؟ يعني شوف الآن نتنياهو أهين لبرمان أهين يهود باراك أهين يعني لم يتوقعوا أن تصل الصواريخ إلى القدس وإلى تل أبيب هذا كان بالنسبة لهم في الماضي خط أحمر ويعتقدوا أن العرب يخافون ويترددون لكن الآن الآن يعني خرقت هذه الخطوط الحمر وخرقت ثقافة الخوف أو تدمرت ثقافة الخوف وكسرت الآن ماذا سيفعلون؟ أنا أراهم أنه مثل المقامر اللي يخسر أكثر يقامر بأموال أكثر على أمل أن يسترد خسائره أنا تقديري أنه لو أرسلوا قوات برية للقطاع غزة يعني هذه سترتب عليها خسائر كبيرة جدا سياسيا وعسكريا يعني المقاومة في الأربع سنوات اللي فاتت حسنت من أداها بدليل هذه الصواريخ النقطة الأخرى أنه سيخسروا مصر سيخسروا اتفاقيات السلام سيخسروا الهدوء اللي تنعموا فيه لأكثر من أربعين عاما يعني مش معنا تخيل أنه يخسروا مصر الآن أو بعدما كانت العلاقات على الأقل شبه مجمدة الآن تتحول مصر إلى خندق الدفاع عن الشعب الفلسطيني إلى خندق العداء لإسرائيل تخيل حجم الخسائر يعني إسرائيل عليها أن تزيد ميزانية الدفاع على الأقل بنسبة 30% في حالة ما تحولت مصر إلى العدو ستعيد كل حساباتها العسكرية كل حساباتها الاستراتيجية أيضا ستخسر العالم كمان يعني العدوان الأول على غزة يعني تقرير جولدستون إسرائيل يعني يعني انفضحت أمام العالم بأسره ارتكبت جرائم حرب ودينت من قبل الأمم المتحدة يعني الآن هم على خلاف مع أوباما خاصة نتنياهو هم على خلاف مع معظم الأوروبيين أصبحت إسرائيل عبع على الأوروبيين رغم هذا الكلام المعصول بأن إسرائيل تدافع عن نفسها الآن تغيرت اللهجة الأوروبية لأنهم أدركوا أن المنطقة كلها ستتغير إذا ما أقدمت إسرائيل على حماقة أخرى في القطاع مثل اليوم سيد عبدالباري كان أثناء زيارة الدكتور هشام قنديل إسرائيل استمرت في القصف في البعض قال أنه هذا ربما أيضا رسالة لمصر بأنه إذا تطور موقف أكثر كمان إسرائيل رح تعيد حساباتها ولا كيف طلبها؟ كمان أيضا استمر القصف الإسرائيلي واستمرت الصواريخ الفلسطيني تهطل كالمطر على المستوطنات الإسرائيلية يعني كمان هما ما استمروا كمان المقاومة استمرت وهذا هو التحدي يعني قالوا لا قيادة المقاومة في قطاع غزة وقالت بأنه إحنا لن نتوقف عن إطلاق الصواريخ لن نقبل بهدنة هذا شوف شجاعة شوف عزة النفس شوف الكرامة يقول لك لن نوقف الصواريخ لن نقبل بهدنة يعني عمليا فيه تكافؤ مش تكافؤ تفعر في القوة على أقل فيه تكافؤ في الإرادة طب تفضل مش عجبكم تل أبيب طب هاينا قصفنا القدس مش عجبكم بكرة ايش بدكم بدنا نقصف حيفا وبدنا نقصف يافا وبدنا نقصف كل التجمعات الإسرائيلية في الأرض المغتصبة هذه هي الحقيقة هذا هو الشيء اللي ما فيه خوف شوف بعد اليوم ما فيهش خوف ايش نعمل أبناء قطاع غزة حاصرينهم من عشر سنوات هل استسلم أبناء قطاع غزة لم يستسلموا على الإطلاق وكانوا جوعوهم حصولهم الكالوري ما يبقيهم هزيلين ورغم ذلك صمد الشعب الفلسطيني وهيوا بقاهم وبرسل صواريخ بس على الهامش اليوم كان أحد أصدقاء أو شاب عاد إلى غزة من الخليج مؤخرا عاد إلى القطاع فهو اليوم كان مرعوب يصالوا شهرين فقط في غزة اليوم أول مرة يواجه هاي الصواريخ مرعوب هذا الرجل فلسطيني كان أربعين سنة في الخليج وعاد إلى غزة ولكنه يتصل بصديقه ليقول له أنه أنا مستغرب من هؤلاء الناس أثناء القصف والصواريخ وكان عمته أو خالته تصيح عليه تعالي خذ الحمص أو فتة الحمص أو الفول والناس مشغولين في الفلافل يعني اعتادوا على العيش مع هذه الحرب واعتادوا على الصواريخ التي تنطلق من إسرائيل إلى القطاع يعني الصمود يا أخي أنا اليوم أنا اتصلت بأهلنا في قطاع غزة واتصلت بالصديق فريح أبو مدين وأصدقاء آخرين بسألوا قالوا لي يا أخي أولا يعني في وحدة وطنية فلسطينية لم تكن مجدودة موجودة على الإطلاق مثل ما هي موجودة هذا اليوم كل جميع الفصائل الفلسطينية من فتح لا حماس لا الجهاد الإسلامي لا لجان المقاوم الشعبية لا الجبهة الشعبية الديموقراطية يعني في وحدة وطنية غير مسبوقة في معنويات عالية جدا الأطفال بلعبوا في الشوارع والناس حيط وين أبدا ما حدش خايف حقيقة يعني في معنويات عالية يعني وغير مسبوقة مفروض شعب يعني مهدد بغزو بري قصف إسرائيلي مستمر ومع ذلك يعني بيقول لك احنا جاهزين احنا مستعدين احنا سندافع عن عرضنا وعن أرضنا وعن أمتنا وعن عقيدتنا والله العظيم سمعتها من أكثر من عشر أشخاص وانا تمت صبح ومبارح ولا اليوم وانا أقصل في أكثر من صديق أهل أخوي بحكي مع أخوي قال لي أبدا بقول طب قال لي ولا خايفي قال لي السماء كلها طيارات وزننات ومشاهد قال ولا حدا خايف ولا حدا سائل ايش بدهم يعمل يعني وانما صفت صفي وانما صفت صفي حقيقة شوف فيه روح استشهادية عند الناس حتى مش بس كمان عند المقاومة طيب سعب باري تقول انه بعض التحليلات كانت تقول انه اسرائيل تفاجأت برد الفعل للمقاومة برسال الصواريخ يعني لتل أبيب والقدس لكن البعض الآخر يقول لك دولة مثل اسرائيل عندها جهاز استخبارات وعندها مساد وعندها كل أجلسة الاستخبارات العالمية مش بعقول تكون تفاجأت بأنه المقاومة تملك هذه الصواريخ هي كانت عارفة وتريد هذه الصواريخ لتسخط على القدس وعلى تل أبيب لتعدى حربا شاملة على القطاع يا أخي ميش بس همه يا أخي يا أخي هذا الغرب اللي عنده ثنك تانكس وعنده خبراء وعنده صفراء وعنده ما بقدروش يفهمونا يعني حقيقة يعني أنا أذكر مرة لما سقطت بغداد في أيدي الاحتلال الأمريكي دعيت بعدها بسبوعين للقاء محاضرة في اللي هي شركة البي بي بي بريتش بتروليوم كانت عاملة مؤتمر لديركتور ستعينها اللي هو رؤساء مجالس الإدارات في العالم كله فطلبوا مني أن أقدم لهم تقييم وكانوا يتصوروا أنه شركة بترول أنه البلد ستكون مستقرة وأنه يعني خلاص ستصير عسل وزبدة فقلت لهم لا وقلت لهم هذا الشعب العراقي زي كل الشعوب العربي والإسلامي هذا شعب كريم شعب عزيز لن يقبل بالاحتلال وسيتكون هناك مقاومة ومقاومة شرسة وسيدفع الأمريكيون ثمنا غاليا مقابل هذا الغزو أخطأوا خطأا كبيرا وسيخرجوا ما هزمين والله العظيم لدرجة أنه الشخص اللي دعاني فصل لأنه قال لك جايبنا واحد مجنون بيحكي لنا مقاوم بيحكي لنا كذا وإحنا هاي نحتلين البلد والله فصلوه الشخص اللي كان عربي من أصل أمريكي من أصل عربي فصلوه فصلوه لأنه قال لك جايبنا واحد بيحكي لنا بهذي عبد البالي عطوان بهذي بيقول كلام في غير الدائرة والله وشو يصار في العراق نفس الشي مرة نادي دبي للصحافة دعوني وكان خصمي المرحوم أحمد الرابعي فكانوا فرحانين زهوة أنه كانت أنه نحن الذي حررنا العراق وإحنا كنت العراق لم يتحرر العراق تحت الاحتلال وستأتي المقاومة وستكون مقاومة شرسة وستندموا على اليوم اللي أيدتوا في غزو العراق وهم الآن يندمون على اليوم اللي أيدوا في غزو العراق نفس الشي اليهود كل هذا بيقول لك أنه خبراء وثينك تانكس ويفهموا ومتطورين وكمبيوتر يا أخي أردت الإنسان تهزم الكمبيوتر وتهزم كل الأشياء نتنياهو لم يتوقع أن تصل الصواريخ إلى تل أبيب لم يتوقع أن يأتي الانتقام الفلسطيني لمقتل الشهيد أحمد الجعبري بأن تصل الصواريخ إلى القدس وستصل مرة أخرى إلى القدس وإلى تل أبيب يعني ثورا طلعوا على التلفزيون وقلوا لك أنه دمرت الطائرات الإسرائيلية مخزون المقاومة من الصواريخ بعدها كيف ردوا عليه ضرب القدس وليس قالوا أنكروا سقوط طائرة كمان وسيعترفوا بسقوط طائرة فعمليا عملين هم يكابروا لأنه ما توقع فوجئوا بس خلال معقول خلال خمس سنوات أو ست سنوات خمس سنوات من 2008 إلى اليوم لم تكن إسرائيل تعرف ما الذي تعد المقاومة الذي يجري لم تكن تعرف قدرات تسلحية لأين وصلت يعرفوا بس ليس إلى هذه الدرجة لماذا قصفوا قافلة ما قالوا قافلة أسلحة من بورس سودان إلى عبر الصحراء لماذا قصفوا الحي اليارموك وقالوا أن هناك كانت أسلحة في طريقها إلى المقاومة في قطاع غزة يعني عمليا يعني عندهم معلومات لكن ليس لديهم العلومات الكافية يا سيدي مش عندهم صواريخ عندهم طائرات وعندهم الزنانات هاي الطائرات بدون طيار وطيارات الاستطلاع وعندهم جواسيس ورغم ذلك أربع سنوات ما عرفوش كون ما كان شليط أربع سنوات والفضل للشهيد أحمد الجعبري وزملائه استطاعوا أن يخفوا اللي هو جلعات شليط أكثر من أربع سنوات ولم تعرف إسرائيل بكل أجهزته وبكل تكنولوجيا وبكل أجهزة تصنط لم يعرفوا أين موجود اللي هو الجلعات شليط فعمليا لما تكون هناك إرادة لما تكون هناك إيمان كل هذه الأشياء كلها تطلع فشوة الآن صار صار كما يقال إذا كان يمين الإسرائيل خطت لأن تكون هذه العملية من أجل حسابات انتخابية الآن نتنياهو باراك واليمين ماذا يملكون أن يفعلون ما المتوقع ما السيناريوهات الممكن أن يقوموا بها خاصة أنهم تورطوا خلاص قالوا أن هناك قصف وصارت الحرب يعني لو كانوا عقلاء وهم ليسوا عقلاء لو كانوا عقلاء لا عملوا على تقليص خسائرهم بمعنى أن يقبلوا بهدنة إذا عرضت عليهم هذه الهدنة لأنه إذا تغولوا أكثر في العدوان سيخسروا كثيرا سيخسروا مصر سيخسروا اتفاقات كام ديفيد وربما سيخسروا أيضا بشريا وسيخسروا ماليا إذا ثلاث أسابيع في غزة كلفتهم مليار دولار يعني الآن إذا طالت أمد هذه الحرب يعني قديش هتكلفهم وإذا بقولك صاروخ سقط في تل أبيب مليون إسرائيلي هرعوا إلى الملاك أغلقت المدارس أغلقت المحلات طب قديش بتكلف اقتصاديا يعني يعني نجي بنحكي على غزة إيش في عندهم غزة اقتصادي يا حسرة ولا عندهم شوية مندور وشوية اخيار بس أنا ولا فيلم أنا عندهم صناعات وعندهم تكنولوجيا وعندهم يعني كل شي محسوب بالفلس طب بالإضافة أنه إذا إذا لما قلت ثلاثة أسابيع كلفتهم مليار طب الآن قديش هتكلفهم يعني قديش هتكلفهم نفسيا وهذا أهم شي ومعنويا بقي عندنا المواقف العربية وإيضا المواقف الدولية والمتوقع من هذا التصعيد هل إحنا ذاهبين نحو حرب شاملة أم سيتم الاحتواء اسمح لي أخذ هذا لهذه الموضوع بعد الفاصل القصير مشاهد الكرام فاصل قصير نواصل بعده وتفضلوا بالبقاء أهلا بكم من جديد مشاهد الكرام ما زلنا في هذه الحلقة الخاصة نتناول فيها تصعيد الإسرائيلي على القطاع ومآلاته سيناريوهات المحتملة وردود الفعل العربية والدولية عودوا رحب ب عبد الباري عطوان رئيس سحرير جريدة القدس العربي سنعبد الباري قبل الفاصل وصلنا إلى ردود الفعل العربية كيف نظرت إليها اليوم هل اختلفت عن ما كانت في 2008 للأسف أسوأ يعني للأسف أسوأ بمعنى أنه إحنا سمعنا المملكة العربية السعودية تطالب بالضبط النفس أي ضبط نفس ما سمعناش الدكتور محمد العربي بيعقد مؤتمر طارئ لوزراء الخارجية وبيجي وزراء الخارجية بيجتمعوا فورا ويقرروا تسليح المقاومة الفلسطينية ما سمعناش هذا الكلام ما سمعناش فيه جهد حقيقي لإرسال سلاح إرسال غذاء إرسال أي شيء لأهل القطاع غزة وخاصة أنهم مهددين بمجزرة إسرائيلية يعني عمليا ما فيه شرد اليوم كنا في مصر في تونس وفي المغرب بس مصر بس مصر مصر هي هي الرافعة مصر هي مرسل اللي أرسل وزير رئيس وزراءه اللي هو قال لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان على قطاع غزة يريد تسمعنا المملكة العربية السعودية تقول لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي عدوان على أبناء قطاع غزة لماذا لم تقول ذلك لماذا لم يخرج الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ويقول لن نقف مكتوفي الأيدي ويقول لأمريكا أنت تتحمل يا مسؤولية ذبح الشعب الفلسطيني ولا الدم الفلسطيني رخيص لهذه الدرجة لم نسمع أيضا من حكام الدول الخليجي الأخرى أي موقف رجولي تجاه الشعب الفلسطيني لا لا موجود في الرياض موجود في الرياض وتعافى والحمد لله وربنا يعطيه طول الصحة يعني وزير خارجيته يحكي عمليا يعني أنه في مجزرة تنتظر الشعب الفلسطيني بس بس يعني لما بتيجي عند الدم الفلسطيني الكل طالب ضبط النفس أي ضبط نفس يجب أن يقول ما قاله الرئيس مرسي لن نقف مكتوفي الأيدي هذه جريمة حرب هذا عدوان على أشقاء سنتصدى له بكل الطرق والوسائد يجب أن يقول ذلك العاهر السعودي الملك فيصل رحمه الله قال أعلن الجهاد من أجل تحرير القدس ودفع حياته ثمنا لذلك هذه المواقف التي نريدها من المملكة العربية السعودية اللي هي قبلة المسلمين جميعا حيث الحرمين يعني عمليا هذا اللي ننتظره يجب أن تكون القدوة يجب أن تكون المحرض من أجل حماية المقاومة في الأرض وخاصة هذه المقاومة إسلامية كمان كانوا ضد المقاومة العلمانية طيب يسيدي مقاومة إسلامية ويسيدي مقاومة سنية كمان مقاومة سنية هذه مش هما بتدرعوا أنه سنة وشيعة هاي مقاومة سنية وحماس أدارت ظهرها للسورية وأدارت ظهرها لإيران هيا قاعدة لماذا لا يساعدوهم في الأراضي المحتلة هذا اللي يجب أن نقوله وأنه أنا خاف من قوله يعني عمليين قسموا العرب إلى سنة وشيعة طيب الآن بدهم مش حزب الله لأنه شيعي طيب تفضلوا هاي هذا حماس هاي سنية والجهاد الإسلامي سنية والجبهة الشعبية سنية ولجان المقاومة سنية تفضلوا طيب هذه لسه مبادرة السلام العربية رسه في الطاولة حتى الآن لم تسحب يعني رسميا على كل حال هذا موقف الرسمي بس موقف الشعبي كمان الشعب العربي لم لا لا شعب شعب الحرمين من أطفل لا مش السعودية وغير السعودية وغير السعودية وشعب الخليج أيضا كلهم ناس وطنيين ناس شرفاء ناس قلبهم على القضية الفلسطينية ناس قلبهم على كل قضايا الأمة ناس لم يترددوا مطلقا والله افتح باب التورعات بكرة في السعودية لأبناء قطاع غزة والله مئات الملايين ستأتي لأبناء القطاع شعب شعب وطني شعب شريف شعب في قلب أمه لكن الحكومات قمعته قيدته أبعته عن أشقاءه أبعته عن كل القضايا الوطنية يا أخي مين اللي قاتل في أفغانستان شعب الخليج حتى الآن كمان في سوريا شعب الخليج طب عمليا طب ليش ما تتوجه أيضا هذه الطاقات إلى إلى أبناء فلسطين إلى الأراضي المحتلة لمواجهة الإسرائيليين أيضا في سؤال أنا كنت حقيقة داسها لك يبعدنا شوي عن الجانب لكن كثير من طرحنا الحلقة على الفيسبوك وعلى موقع الحوار كانوا يقولوا لماذا وكان بعض الناس يتبنى نظرية أنه إسرائيل صعدت في غزة من أجل إنقاذ نظام الأسد وهذه مؤامرة على الشعب السوري قبل أن تكون على الشعب الفلسطيني يا سيدي القضية الفلسطينية موجودة منذ مائة عام يا أخي الشعب الفلسطيني يقاتل منذ مائة عام قبل الأسد وقبل أبو الأسد وقبل كل هذه قضية موجودة هذه قضية احتلال ملهاش علاقة بما يجري في سوريا أو يجري في مصر أو يجري هذه موجود فيه عدو يحتل الأرض الفلسطينية كل الأرض الفلسطينية عدو متغطرس يعني يقتل يوميا لم يتوقف إسرائيل على القتال عن القتل وعن ارتكاب المجازر طبعا هي حرب غزة لما صارت عام 2008 طبعا كانت هذه من أجل حماية سوريا أو غير سوريا أو مصر أو غيرها لا هذا فيه أدوان مستمر يعني لماذا المسألة خطأ جدا يعني يجب أن نرى كل السوريين كل الأشقاء السوريين في الحكومة وفي المعارضة أن يكونوا في خدق الشعب الفلسطيني كلهم يعني يجب أنا كنت أتمنى أن تخرج المعارضة السورية وتقول نحن مع فلسطين نحن مع أبناء قطاع غزة هذه هي القضية المصيرية هذه هي قضية القدس هذه ليست قضية الشعب الفلسطيني هذه قضية الأمة الإسلامية بأسرها كنت أتمنى أن يخرج المعاذ الخطيب الرئيس الجديد للإتلاف الوطني السوري وأن يقول نحن مع فلسطين ونحن مع أبناء القدس ونحن مع أبناء غزة كنت أتمنى محمد المقريف اللي هو رئيس المجلس الوطني أو الليبي اللي هو رئيس البرلمان كنت أتمنى أن يعقد مؤتمرا صحفيا وأن يقول نحن مع أشقائنا في فلسطين الشعب الليبي شعب وطني وشعب شريف ودائما كان يقدم من أجل الشعب الفلسطيني نفس الشيء كنت أتمنى في كل مكان هذا ما نريده من اللهم العربية هذه هي المعيار هذا هو الترمومتر ستنحل الأزمة السورية وستنتهي وستبقى قضية فلسطين طالما هناك احتلال مثلما يا أخي كانت الحرب العراقية الإيرانية قالوا هذه بديل عن فلسطين ولم تكن بديلا عن فلسطين قالوا الحرب اللبنانية ستكون بديلا عن فلسطين لم تكن بديلا عن فلسطين ظلت فلسطين في وجدان كل إنسان عربي ومسلم بسبب الأقصى وبسبب المقدسات وبسبب أنها تاريخيا كانت دائما أرض الربار سنتهي الموقف الدولي قبل أن أذهب إلى الموضوع الثاني لماذا أستاذ عبد الباري نفس الموقف نفس المجتمع الدولي بريطانيا وفرنسا وأمريكا تدعم هنا وهناك لكن عندما يصل الأمر لنا للفلسطينيين أو للوضوع الفلسطيني اللي آتت الثلاثة بالأمس كانت لا أمريكية ولا بريطانية ولا فرنسية للفلسطينيين ونعم لإسرائيل كانوا ثلاثة على قلب رجل واحد في دعم إسرائيل وفي إدانة موقف حماس والفلسطينيين بشكل عام صدقني لأنهم لم يتوقعوا أن تملك المقاومة صواريخ فجر التي وصلت إلى تل أبيب وإلى القدس صدقني لأنهم كانوا أيضا لا يملكون المعلومات وعندما شاهدوا هذه الصواريخ تهطل كالمطر وتفشل القبة الحديدية لأن صواريخ مؤمنة هذه الصواريخ المؤمنة اخترقت هذه القبة الحديدية لما وصلت أنه الآن بدأوا يطالبوا بالضبط النفس بالأمس كان يقولوا من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها الآن أصبحوا يطالبوا بالضبط النفس لأنهم يعرفون جيدا مخاطر هذه الحماقة الإسرائيلية مخاطر هذه الجريمة الإسرائيلية لنش تدعم دول غربي تدعم تحرر في العالم العربي ولكنها لا تدعم فلسطينيا هاي فلسطين لأنه العدو إسرائيلي وين برنار هيرل ليبي وينه وين أشوفه وين وليام هيج هذا وليام هيجي اللي طول عمره كان مع المنظمة الصهيونية اللي هي منظمة الدفاع عن إسرائيل وين هؤلاء الناس وين بريطانيا هذه بريطانيا اللي سبب نكبتنا في فلسطين الآن تقول أنه محق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دفاع نفسها أمام مين أمام ناس مساكين بضحوا بأرواحهم كل ما يملكونه هو روحهم يضحوا فيها من أجل وطنهم عيب والله عيب السبب مش عيب في بريطانيا حق علينا كعرب إحنا لو إنا عرب ومسلمين لو عندنا الشجاعة والقدرة مين طلعوا قال وليام هيج ولا قال هيلاري كلينتون ولا قال فهابيوس تع فرنسا أنه هذا شعب يذبح وهذه دولة مجرمة وارتكبت جرائم حرب والله لو عارفينه في رد فعل عربي والله ما قالوا هذا المعايير المزنوجة رح تبقى حتى في زمان الأنظمة لا ما لن تبقى والله لن تبقى الأمة تتغير والمنطقة تتغير والله العظيم سيدفعه ثمنا يا سيدة أنا أقول لك شي نايمين اليوم هاي الرئيس الصين الجديد قال لك في أربع سنوات ستصبح الصين الدولة رقم ون في الاقتصاد في العالم هل روح على الأردن روح وين ما بدك روح يلا هل روح على الأردن لأنه كما في تغير هناك في الأردن جنب فلسطين جنبنا أهلا والله العظيم ستتغير كل المنطقة الناس مش مشغولين بالكازو البنزين الأمس كان أحد من النقابين يقول هم أيضا مشغولين في الهم الفرسطيني على كل حال في الأردن خرجت عشرات المسيرات في العاصمة عمان والمدن والقرى الأردنية بعد صلاة الجمعة فيما وطلق عليه ناشطون جمعة الغضب أعقبت ثلاثة أيام من التظاهر المتواصل ضد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وخرجت مسيرة حاشدة من المسجد الحسيني وسط العاصمة بدعوة من الحركة الإسلامية والحركات الشبابية شارك فيها كما يقدر عشرة ألاف متظاهر وتوجهوا إلى الدوال الملكي في حين فصلت قوات الشرطة العشرات وأوقفت الحراك في عدد من المناطق في الكرك ومعان وفي الطفيلة في حين قال ناشطون إن من يوصفون بالبلطجية اعتدوا على مسيرة أثناء خروجها من مسجد نوح لقضاء باتجاه وسط المدينة في الأردن لماذا هذا التغير وهل الأزمة في الأردن أزمة سياسية أم أزمة اقتصادية سياسية واقتصادية هي جمعة الأمرين مع بعض بالأساس هناك حراك سياسي هذا الحراك السياسي يطالب إصلاحات هذا الحراك السياسي يرفض قانون الانتخابات قانون الصوت الواحد هذا الحراك السياسي يريد قطع دابر الفساد لكن جاء العامل الاقتصادي ليصب في مصلحة الحراك السياسي يعني أنا باستغرب والله باستغرب الدنيا على باب شتاء والأردن تعرف الأردن عشت في الأردن و أنا عشت فيه يعني برد قارز جدا قارز جدا والناس ميت من الجوع مسكين يعني الناس يا دوب عايشين على الكفاف أنت تيجي تزيد سعر قروط الغاز بنسبة 50% ليش أنت تزيد المزوت وهذه بنسبة بين 10% و 30% طب يعني طب كيف الناس طب بتموت الناس من البرد وبعدين مش بس هيك طب أصلا البلد في حالة غلاء وغلاء فاحش وغلاء لا يطاق حتى أنه بقولك عمان أصبحت أغلى من لندن طب أنت بتيجي وبتزيد الأسعار بهذا الوقت طب هو بكرة لما تزيد الأسعار المزوت وزيد أسعار الغاز هذا يعني الخبز بدأ ترتفع أسعاره كل شيء له علاقة بالتدفع له علاقة بالبترول بالمحروقات سترتفع أسعاره كل شيء حيرتفع فأنت عمليا أنت بتقتل الشعب هيك أنت بتزيد من معاناته في مشكلة طبعا أنا بقولك في عجز في الميزانية حوالي 3 مليار دولار بس ليش يصير عجز في الميزانية يعني ليش ما يصير فيه فرض ضرائب على القطط السمان في الأردن الأغنياء وسد هذا العجز ليش ما يصير مثلا أنه وضع خطط اقتصادية كل شهرين أو ثلاثة شهور فيه عندنا حكومة جديدة في الأردن ليش ما تكون فيه حكومة قوية وتضع خطط اقتصادية وتضع خطط تقشف يعني ليه يعني بعدين كمان دول الخليج هذه دول الخليج اللي وعدت الأردن بالوعود وأغرقتها 5 مليار وقبلها أنه نضمكم المجلس تعاون الخليجي بدل ما أنتم كفلاء تصيروا يعني بدل ما أنتم مقفلين تصيروا كفلاء وضحكوا عليهم وصعدوا أمال الشعب الأردني وقالوا 5 مليار و10 مليار وين هالفلوس مفروض الحكومة أنه كانت من البداية يعني قيمت هذه الوعود وتصرفت مع هذه الدول على أساسها طب السرعة ببارئ عفوا من جهة أخرى يعني حتى قبل من نخفز على الموضوع الخليجي لكن رئيس الحكومة الأردنية هو ليس يعني رئيسا محسوب عن النظام هو جاء من المعارضة قبل شهر كان معارض وكان صوته في البرلمان يصدح يعني مطالب المعارضة فقط في الأردن تنتقد قرار الحكومة من جهة ومن جهة أخرى هذا في فصيل سياسي يريد أن يركب على هذا الاحتجاج يا أخي يعني تم هو يعني والسعيد من التعظى بغيره يعني عمليا طول عمر يعني المسألة مش محتاجة فدلك ولا محتاجة الشطارة في مايو 1989 رفعوا أسعار المزوت حصلت انتفاضة في مدينة امعان وقطع الملك حسين المرحوم الملك حسين زيارته لأى واشنطن وعاد وفورا من المطار إلى معان والتقى بشيوخ العشائر وأول شي مش بس ألغى الزيادة في الأسعار خفض أسعار المزوت لامتصاص الغضب وحل البرلمان ودعا إلى انتخابات عامة وحصل الإسلاميون على حوالي 27 مقعدا في ذلك الوقت في البرلمان وشاركوا في الحكومة يعني عمليا نفس الشيء في شهر سبتمبر قررت حكومة فيزة طراون زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعب معنا وصارت حبة في الشارع تدخل العاهل الأردو الملك عبدالله الثاني وألغى الزيادة وراحت الأزمة طب الآن إيش جد ويقول لك النسور سيد عبدالله نسور بيطلع على التلفزيون بيقول لك لن نتراجع عن القرار طب وبعدين يا أخي طب أجلها شوي أنت يعني فيه احتقام في الشارع بيحمل الحوار مع الشارع فش سواء الدكتور نسور أو غيره بيقول لك فش مصاري في البلد يعني باللغة العامية طيب يا أخي وفش عندنا لدعم الموازنة ليش فيه مصاري ليش مصار فيه يعني خطط تقشف منذ زمن طويل ليش مصار إلزام هذه الدول الخليجية اللي وعدت الأردن بأن تدفع طب الأردن ورطوه في الملف السوري الأردن عنده الآن 200 ألف لاجئ سوري طب يا أخي يدفعوا للناس هذولا أنت قلتوا له لأردن أنه افتح حدودك وخلي المقاتلين نروح على سوريا يعني عاملين الآن بعدين تقول لا فيش مصاري يواجه شعبك وينهار البلد أي أخلاق هاي عمليا يجب كان أن يتحركوا يجب كان الأردن أن يقول أنا كنت أتمنى لو ظهر العاهل الأردني على التلفزيون وحكى صارح شعبه بالحقيقة وقال حتى لهذه الدول اللي وعدته ولم تفي بالوعود كمان أيضا وضحها أمام مسؤولياتها وألغى هذه القرارات حقيقة يعني عمليا حوار يجب أن يعني العناد لا يفيد العناد هو الذي يؤدي إلى الدمار للبلد عاملين لابد من حوار ولابد من تفهم من الجانبين ولابد من قطع دابر يعني يا أخي إذا الذهبي محمد الذهبي تعلموا خابرات أنه اكتشفوا أنه عنده 60 مليون جنيه بس في غسل أمال صفقة 60 مليون دينار طب يا أخي كيف هذا عمل 60 مليون دولار طب هما مش شايفين هذه القطط السمان كيف الموظفين كانوا براتب عادية جدا أو محدودة صار عندهم فيلل في عمان الغربية طب مش كان لازم يحققوا ويعرفوا أنه من وين من وين جبتها أنت موظف راتبك مثلا 1000 دينار 2000 دينار 2005 دينار كيف جبتها يعني عمليا مفروض مصارحة ومفروض بداية جديدة ومفروض انحياز الفقراء لازم الحكومة تنحاز إلى الفقراء قال لك أنه الدعم أنه يريدون يعطوهم فلوس مقابل الزيادة ما هي التدخم بكلها أصلا يعني إيش بتفيد يعني عمليا حتى التعويض اللي قرروا يعطوه مقابل زيادة الأسعار المحروقات للفقراء يعني قليل جدا لا يغطي طب قد سلك عن الموقف الخليجي لماذا دول الخليج العربي لا تتدخل لا تدعم الأردن وتترك المملكة تواجه هذا القدر المفروض الآن بينما هي أنظم الخليج كانت فترة هبت كما قلت يعني لماذا سيترك الأدن لمصيره المحتوم لأن الأردن أذعن لهذه الدول لأن الأردن لم يقف موقفا صلبا لأن الأردن لم يعتمد على نفسه ولم يدير ظهره لما ساعده هذه المشكلة يعني عندهم ألف يا أخي فيه ثري تريليون دولار محطوطة سناديق سيادية مستثمرة في الغرب ثلاث يعني ثلاث آلاف مليار دولار طب يا أخي يعني الأردن لا يستحق ثلاث آلاف مليار دولار الأردن لا يستحق يا أخي فتات والله فراطة هاي أنه بتنعشوا وحتى بضوابط وبعد يقول لك أنه فيه فساد طب أنتو يا أخي تعالوا ادفعوا الفلوس هذا وتأكدوا زي ما بتدفع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية ممنوع فلس يطلع في غير محله تعالوا حطوا سناديق واشرفوا أنتم على هالمساعدات واشرفوا أنتم على التنمية ووجدوا وظائف لهؤلاء الناس يعني عمليا يعني بس المشكلة أنه الحكومة الأردنية أو الحكومات الأردنية المتعاقبة ما تعاطت بشكل جدي أنه ابشر يروحوا له آه ابشر طال عمرك جيد لك الفلوس ما جاتش الفلوس مات الأردن على وشكل على حافة الإنهياء طب كمان لازم تكون الإدارة الأردنية واعية بأنه هذه الوعود لم تتحقق لماذا لم تتحقق؟ لأنه كان مفروض الأردن أنه يدمر هذه المشكلة يريدوا من الأردن أن يعامل الأردن مثل الدريور الهندي تعال جروح ودي يا أخي طب هاي الدول عندها سيادة وهذه الشعوب عندها كرامة طب هل إدارة الدولة الأردنية بس في دقيقة سالعباري يعني أحصلت إدارة يعني الأحداث أو التطورات التي صارت الآن اختلفت عن أداء دول أخرى؟ كيف بدأ كل ست شهور في حكومة جديدة في الأردن للآن ما نفعت النظام في ليبيا والحلول الأمنية ما نفعت النظام في تونس طب عمليا يا أخي طب تعلموا من جرانكم الحوار هو الأساس يعني يعني لازم يصير في تنازلات للشعب وتجاوب معاه من أجل تمرير الأزمة لأنه الخسارة للكل للنظام ولا الشعب يعني إيش بيستفيد للشعب مثلا إذا دمر الأردن وإيش بيستفيد النظام إذا عدم الأمن مثلا وصارت فوضى في الشوارع وكل يوم مظاهرات واعتصامات لا بد من حوار ولا بد أن يتدخل العاهل الأردني وأن يخاطب شعبه وأن يضع حدا لهذا التوتر وإصلاح من الداخل شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي أشكرك جزيلا شكرا لكم مشاهدي الكرام بهذا نصل لختام هذه الحلقة من أضواء على الأحداث أشكركوا على المتابعة أعدمتم في أمان الله وفي رعاية الله شكرا لكم شكرا لكم